هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مقطع جديد للأستاذ رشيد هذا المقطع يبقينا في المربع الأول في رحلة البحث عن إنفاذ هاتين المناظرتين المعودتين أحدنا بحسب الأستاذ رشيد يتلكك ويتهرب من المناظرة وهذا في الحقيقة صحيح من هو الذي يبقينا في خانة عنوان المناظرة لمدة شهرين متتابعين مين اللي بيهرب من المناظرة في هذه الحالة؟ مين اللي بيتلكك؟ مين اللي بيخترع الحجج؟ الأستاذ رشيد ما زال مصرا على أنه دعاني شخصيا للمناظرة قبل 12 سنة لم تنحل العقدة بالتصفيق الذي صفقناه له في الأسبوع الماضي لن يطمع الأستاذ رشيد بمزيد من التصفيق إلا إذا وافق على دعوتي لسلسلة المناظرات بعد المناظرتين سلسلة المناظرات التي طلبتها منه وأنا أعلم أنه لا يجرؤ على الموافقة عليها ولن يوافق عليها فبالتالي لا داعي لأن تجهزوا أيديكم للتصفيق فلا تصفيق بعد اليوم المغالطة المفضلة للأستاذ رشيد مغالطة رجل القش زعم في الفيديو السابق أن اشترطت عليه للموافقة على المناظرات أن يوافق على 14 مناظرة بكيج وأني لن أقبل المناظرة إلا إذا وافق على الجميع وهذا ما أثبت لكم بالصورة أنه لم يكن صحيحا والصورة التي تظهر أمامكم تؤكد بأني قدمت له 14 موضوعا وطلبت منه أن يختار إحدى المجموعات الثلاثة التي توزعت عليها المناظرات لكنه أثبت مرة أخرى أنه لا يقول الحقيقة لجأ مرة أخرى إلى مغالطة رجل القش حين زعم بأني شرطت للموافقة على إجراء المناظرات أن يصلي رشيد على النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى صلاة وسلام من مثلك فهو غني عنك ويوجد مليار ونصف من البشر يصلون عليه عليه الصلاة والسلام لكن هل طلبت وجعلت شرطا لتمام المناظرة أو حدوثها أن يصلي رشيد على النبي عليه الصلاة والسلام أم أن هذا واحد من أغاليطه ولاحظوا أني أستخدم كلمة مؤدبة عن الكلمة التي ينبغي أن تستخدم في هذا المكان لا قال لن أقبل المناظرة إلا لو حطيت صلى الله عليه وسلم مين اللي بيهرب من المناظرة في هذه الحالة؟ مين اللي بيتلكك؟ مين اللي بيخترع الحجج؟ هو لن يقبل أن يناظر إلا أن أصلي يعني عايز يلزمني أنا وناظر تحت عنوان هل تنبأ الكتاب المقدس عن محمد واعترف معاه أقول بالثاني صلى الله عليه وسلم لقد استمر الأستاذ رشيد من أول الفيديو إلى آخر الفيديو وهو يؤكد على هذه المسألة بأني اشترط عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعونا نسمع ما الذي قلته له هل جعلت هذا شرطا لتمام المناظرة؟ بس أنا لن أوافق على الكلمة التي أنت اقترحتها بمحمد إن حبيت خذ العنوان كامل بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أنت منت مؤمن به من حقك قول أنا ما بدي صلى الله عليه وسلم لكن اقبل كلمة أخرى أكثر أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هل بشر الكتاب المقدس برسول الإسلام؟ هل بشر الكتاب المقدس بما يدعيه المسلمون؟ هل بشر الكتاب المقدس بنبي بعد عيسى عليه السلام؟ أي عنوان من هذه العناوين؟ عنوين محايدة الموضوع لن يتغير اللي بيتغير فقط أدب أدب العنوان أدب العنوان هذا الذي أدعوك إليه يا أستاذ رشيد موضوع المناظرة منتهي نحن متفقان على الموضوع مختلفان على العنوان أنا قلت لك لن أقبل بهذا العنوان إلا إذا رصنته بشيء من الأدب وقلت لك بأن لدي بداء الأخرى لا تخرجنا عن هذا العنوان وذكرتها لك هل بشر الكتاب المقدس برسول الإسلام؟ هل بشر الكتاب المقدس بما يدعيه المسلمون؟ هل بشر الكتاب المقدس بنبي يأتي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وتركت لك المجال لاختيار أدب في العنوان فقط الآن أنت مصر على أنك لن تقول هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ماشي أنا عندي حل أنت تعرف بالمناظرة من جهتك فتقول هل بشر الكتاب المقدس بمحمد؟ وأنا حين أنشرها وأعرف بها أقول هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ انتهت القصة لماذا يفرض أحدنا على الآخر اختياره؟ أيضا بخصوص المناظرة الثانية أنا أسميتها شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم إذا أنت من تحابب عليه الصلاة والسلام احذفها خلاص تنتهي المشكلة ونكون بذلك قد تجاوزنا معضلة العنوان بعد شهرين متتابعين وعدامنا لسه شهرين عشان نختار طريقة المناظرة وثلاث أشهر من حي يدير المناظرة وأربعة أشهر لنظام المناظرة وخمسة أشهر لمكان المناظرة وفق كتاب معجم تنسيق المناظرات للأستاذ رشيد حمامي اطلبوه من أمازون مباشرة أو من الأستاذ رشيد مين اللي بيهرب من المناظرة في هذه الحالة؟ مين اللي بيتلكك؟ مين اللي بيخترع الحجج؟ من جهتي قدمت في الفيديو السابق عرضا متكاملا شاملا يشبل كل ما يتعلق بالمناظرة الزمان والمكان ومدة المداخلات وتوقيت مكة ولا بتوقيت القاهرة وتسعة مش تسعة وخمسة يا أستاذ رشيد ولا تسعة وعشرة كل ما ينبغي أن يقال في موضوع المناظرة قدمته في الأسبوع الماضي فلا داعي لإعادته المطلوب من الأستاذ رشيد إما أن يقول أنا موافق على كل مقترحاتك أو يقول أنا عندي مقترحات أخرى أعطيها لك أو يقول أنا موافق على شيء ومعترض على شيء ويريد بعض التعديلات كل هذه الأمور ممكن نحلها يا أستاذ رشيد بإيميل واحد لكن بشرط أن لا نرجع إلى المعجم تنسيق المناظرات الذي كتبته فمعجم المناظرات الذي أنا كتبته المناظرة ممكن أن يجري التنسيق لها بإيميل واحد أو إيميلين إذا عرفتم أيها الإخوة من الذي يبقينا في المربع الأول ابتعرفوا من هو اللي جالس ليتلكك ويتهرب من المناظرات من الأشياء التي استنكرها الأستاذ رشيد بأني زعمت بأننا نحن المسلمين لا نذكر نبيا من الأنبياء إلا ونثني عليه نقول عليه الصلاة والسلام النبي داود الرسول إبراهيم عليه السلام فقد علمنا الإسلام وأدب النبوة الأستاذ رشيد قالوا مين قال لكنه إحنا ما منحب الأنبياء وما منحترمهم إحنا كمان منحترم الأنبياء اسمعوا الأستاذ رشيد آه إحنا بنحترم الأنبياء قال لك لا المسيحين ما بيحترموش الأنبياء مين قال إحنا لما نقول نبي نقول لما نقول داود نقول داود النبي يا أستاذ رشيد اسمع إلى أي باب من مبوات الكنيسة وهو يتحدث عن هؤلاء الأنبياء سترى كم ينادونهم بأسمائهم كأنهم كانوا يلعبون معهم في الحار هذا كثير كثير في تاريخ المسيحية في كتبها في فيديوهاتها إبراهيم من بني حام يعني كل الناس كانوا يروحوا يتعمدوا عند يحنى المعمدان لا أو من بين الأشياء المضحكة اللي قالها الشيخ منقض السقار قال لك إنه طبعا أنتو المسيحيين متعودين ما تحترموش الأنبياء تذكرون من غير ألقاب لا إحنا متعودين نحترم الأنبياء لما نذكرنا بي نقول عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم لا يكفي في الإحترام أن نقول النبي داود الرسول داود ثم ننسب إليه ما ننسبه إلى سفلة الناس من أفعال وضيعا إذا فعلنا ذلك لا نكون قد احترمنا هؤلاء الأنبياء ولا يكون هؤلاء الأنبياء أصلا أهلا للإحترام أسمعتم وهو يتحدث عن النبي نوح عليه السلام ماذا يقول؟ يعني نسمع عن نوح اللي هو كان أبر إنسان في زمانه لدرجة أن ربنا خده في الفلك وغرأ العالم بالطفان نوح هذا سكر وتعر أي احترام تريده مني لهذا النبي السكران العريان؟ كيف تريدني أن أحترمه بعد ذلك؟ إن الاحترام يبدأ بنبذك لهذا الكلام برفضك لما تقوله التوراة عن أنبياء الله عز وجل إنما نسبتموه إلى داود عليه السلام لا يمحيه أن تقولوا عنه الملك الرسول النبي أي صفة من الصفات إنما نسبتموه إليه من سوآت لا يغسله صابون الدنيا كلها احترام النبي داود يبدأ برفض تلك السفالات التي لا يصنعها سفلة شيكاغو نسبتموها إلى نبي الله داود عليه السلام كيف تحترمون داود عليه السلام وأنتم تزعمون بأنه كان زانيا قصة زناه بامرأة أوريا الحثي قصة مخجلة ثم بعد ذلك قتل زوجها ليخفي جريمته هل هذا نبي يستحق الاحترام لو كان هذا حقا وليس بحق؟ إذا كان حقا كما تعتقد فلأي شيء تحترم هذا الزاني أنا من جهتي لا أحترم الزنات أستاذ رشيد النبي داود بحسب كتابك عندما أراد أن يتزوج ميكال صاحبة الحسن والدلال قدم أغرب مهر في تاريخ البشرية سأعف لساني عن ذكر هذا المهر الغريب ميتين وأنت عارف من إيش ميتين قدمهم لصاحبة الحسن والدلال ميكال بنت شاول لماذا قتل مئتين فلسطيني؟ أليست هذه جريمة أن يقتل الإنسان من أجل أن يقطع ويقدم مهرا لخطيبته؟ هذا لا يفعله إلا عتات المجرمين لكن كتابكم نسبه إلى داود أنت تحترم داود الذي يفعل هذا؟ يستحيل أن يكون من يفعل هذا أهلا للإحترام نحن نحترم الأنبياء لا المسيحين لا يحترمون الأنبياء من أهلا؟ نحن لما نقول نبي نقول داود نقول داود النبي الأستاذ رشيد يحترم داود عليه السلام فلا يقول إلا داود النبي أو داود الملك لكنه ينسب إليه بأنه أمر بإحراق البشر في أفران الطوب وأنه أمر بنشرهم بالمناشير هذه الجريمة التي صنعها هتلر باليهود بعد ذلك بقرون من أين تعلمها هتلر؟ تعلمها من الكتاب المقدس من فعل النبي داود كما يذكر كتابكم وحاشى لداود عليه السلام أن يفعل ذلك هل دا نوع من الاستخفاف بالعقول ولا نحطه نصنفه في أي حد احترام الأنبياء هو أن ننزههم عن النقائص التي لا يفعلها إلا سفلة الناس احترام الأنبياء أن نقول ما يقوله القرآن الكريم عنهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب احنا بنحترم الأنبياء لا المسيحين ما بيحترموش الأنبي مين قال احنا لما نقول النبي لما نقول داود نقول داود النبي احترام النبي داود لا يكون فقط أن نقول النبي داود ثم ننسب إليه أفعال السفلة بل أن نقول كما قال القرآن الكريم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هكذا يحترم الأنبياء يا أستاذ رشيد لا يكفي أن تقول النبي داود ثم تنسب إليه الزنا والخيانة إلى غير ذلك من الجرائم التي ذكرناها وأخرى لم نذكرها عفا لللسان حتى لا نتأذى أو لا تتأذى الأخوات بسماع المقطع الذي يتحدث عن تدفئة النبي داود في خاتمة حياته إذن بالعود إلى المناظرة أستاذ رشيد ها قد طرحت عليك العنوان وها قد أوجدت مخرجا للخلاف بيني وبينك في العنوان وطرحت لك من قبل كل تصوري عن المناظرات بإمكانك أن تقول أنا موافق أو تعدل فنتفق على التعديلات ثم نجتمع في يوم 26 سبتمبر الساعة 9 مش 19 حسب توقيت مكة أو القاهرة من أجل أن نتناظر حول موضوع هل بشر الكتاب المقدس بمحمد حسب رأيك أو هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم إخواني أخواتي السلام الله عليكم ورحمته وبركاته الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى متى مبغض أحمد غلى قد صلينا اليوم عليك